السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية جماعة معكم أخوكم نواف لسويد وبهالفيديو إن شاء الله رح أستعرض معاكم واحد من أروع الأجهزة اللي تم تقديمها بسنة 2020 وهو جهاز الماكبوك برو بمعالج أفل الأموال خلونا نقول بسم الله ونبلش شنو أقول وشنو أخلي صراحة شي جميل وعظيم جدا كنت متوقع أن الجهاز يكون قوي وأداء ممتاز لكن أبدا ما توقعت أن يكون بهذه القوة وهذا الأداء الجبار خاصة أن هذا المعالج هو أول معالج يقدم لأجهزة الماك من تصنيع شركة أبل طبعا أبل قدمت معالجها في ثلاث أجهزة اللي تعتبر الأجهزة الأقل تكلفة وأداء خلونا نقول الـ Entry Level يعني علشان تعطي مساحة أكبر للنظام والمطورين بتعديل وتقديم تطبيقاتهم بصورة صحيحة لغاية ما يتم تقديم الأجهزة والمعالجات اللي راح تقدم أداء عالي نفس الماكبوك برو 16 إنش أو الآي ماك أو الماك برو ومع هذا معالج الأمون عطى كمبيوتري الماك بوك برو 16 إنش بمعالج الـ i9 والـ 64 جيجا رام 8 جيجا بايت الجي بيو عطى عشرة صفر من ناحية استهلاك الطاقة من ناحية الأداء وهذه أكثر شغلتين راح تلاحظهم في استخدام الماك بوك بمعالج أبل إن الجهاز استهلاك الطاقة فيه منخفض بشكل خيالي البطارية تطول معاك بصورة مو طبيعية أنا عن نفسي صراحة أول مرة بحياتي أستخدم لابتوب على بطارية أكثر من 8 ساعات بشكل مكثف وما أفكر أشحن الجهاز وهم يبقى فيه 30% يعني هذا كان بالاستخدام المكثف بالاستخدام العادي استخدمته تصفح كتابة سكريبتات حق الفيديوهات يعني استماع موسيقى استخدام اللايت روم شوية حق تعديل الصور يعني بس مو بشكل وايد كبير وبدون ما أستخدم تعديل فيديوهات أو أشياء تقيلة والله يا جماعة يومين ما شحنت الجهاز بعدها تركت تقريبا ثلاثة أيام ما استخدمته وكان على وضع لسليب مود البطارية كانت 88 شغلتها بعد ثلاثة أيام لقيتها 65 بالأمليا بشيء والله ما أدري شو نقول لكم صراحة يعني شيء وايد وايد قوي أما بالنسبة حق الأداء فأنا مصدوم لأبعد مدى صراحة وعلى فكرة أغلب التطبيقات اللي استخدمتها لازالت غير داعمة بشكل فعلي للمعالج اليديد الأموال وتشتغل على منظومة أبل سوتها اسمها الروزيتا 2 اللي تخلي البرامج اللي غير داعمة للبرمجة اليديدة تشتغل على معالج أبل لكن مشكلتها بنا هي تاخذ وقت في تشغيل التطبيقات بسبب تحويل اللغة بين برمجة معالجات انتل إلى معالجات أبل هذا اللي يسمونه مثلا البرنامج إذا اشتغل معاك على اثنين يسمونه يونيفيرسل إذا ما اشتغل يستخدم الروزيتا عشان يشتغل لكن كأداء فما راح تحس بفرق كبير بين بدء التطبيقات على معالجات انتل وعلى معالجات أبل بالعكس في برامج شفتها على الماكبوك 13 إنش أفضل من الماكبوك برو 16 إنش اللي موجود عندي أما البرامج اللي تم دعم معالج أبل لها فرح تكون شيء وايد جميل وقوي وسريع والبرامج الغير دعمة مثل ما قلت رح تاخذ وقت للتشغيل والعمل لكن الأداء رح يكون وايد ومتاز الأجمل يا جماعة أنه مهما اشتغلت على الجهاز ولا مرة سمعت صوت المروحة ولا مرة الجهاز صار حار مرات بالاستخدام المكثب صار دافي شوي بس ما في أي مقارنة مع تشولة المخيم اللي موجود عندي 16 إنش بالنسبة حق الناس اللي ما يعرفون شوني يعني تشولة هذي يعني تشولة بتقاز؟ مو بتقاز ما تشولة أوفن ما ادري شوني بس احنا نزميها تشولة بالنسبة حق الكيبورد حسيت أنه معدلينة الكتابة عليه أفضل من الكيبورد 16 إنش وال13 إنش بمعالج انتل سرعة تشغيل النظام وايد رهيبة النظام وثبات النظام شي وايد قوي التتش بار ولا مرة علق عندي مو نفس الماكبوك برو اللي يعني بعض المرات يخورها ويقعد يعلق بالنسبة حق الصوت والسبيكرز زين بالماكبوك برو 13 إنش وكذلك ماكبوك إير أيضا رح يكون زين ولكن يعني توقعت أنه يكون أفضل لكنه بالمجمل زين بالنسبة لي الماكبوك برو 16 إنش الصوت ما له والسبيكرز شي وايد عظيم ولكن بالنسبة حق الماكبوك برو 13 إنش زين التمبو ما له ممتاز لكن البيز ما له صراحة ما حبيت يعني رح تحسها خافت شوي بشكل عام الصوتيات رح تحسها مقموتة بالجهاز ما رح تكون وايد واو وأخيرا بالنسبة حق الشاشة وايد روعة ممتازة وضوح السطوع فيها وايد وايد ممتازة بصراحة معالج الأمون بالنسبة لي حط أبل في عالم من فصل تماما على المنافسين هذا الشيء راح يخلق عالم يديد كليا للحوسبة والكمبيوترات واللابتوبات المستقبلية وطريقة استخدامنا وتعاملنا مع هذه الأجهزة صراحة فعلا فعلا هذا شيء كبير وتغير كبير في مجال الحوسبة للكمبيوترات واللابتوبات والأجهزة المحمولة نزيل الخلاصة الناس اللي تبي لابتوب من أبل عندك خيارين الماكبوك اير والماكبوك برو 13 إنش شنو الفرق بينهم؟ الفرق طال عمرك بالبطارية وحجمها وقوة الاستهلاك فالماكبوك اير راح يعطيك تقريبا استخدام عادي 15 ساعة وبالنسبة حق بطارية الماكبوك برو 13 إنش راح يعطيك لغاية 20 ساعة ولكن بالمجمل خلنا نقول 12 10 ساعات انت في النعيم بالنسبة حق لابتوب يعطيك بطارية هالكثر فخلونا نقول هذا فرق شلنا على جنب الفرق الثاني التتش بار الماكبوك اير ما في تتش بار الماكبوك برو في تتش بار مع التتش اي دي ولا الماكبوك اير ايضا في التتش اي دي بس هذي الشغلتين كذلك في شغلة يعني تقدر انت تحددها ان الماكبوك اير ممكن تختار سبع انوية او ثمن انوية حق الجي بيو ولكن الماكبوك برو اي بثمن انوية حق الجي بيو وتقدر تختار بين الثمانية او الستعاش قيقا للرام اما باقي المواصفات فهي نفس الشي بس اللي عليك انك تختار اللي يعجبك سواء كان الماكبوك اير اللي الضعيف النحيف الجميل الماكبوك شنو او الماكبوك برو كشكل وانا يعني برو الحركات هذي هذي بس الفروقات معالج اداء كل شي نفس الشي فشوف انت اللي ناسبك ويناسب ميزانيتك واختار بين الجهازين اما بالنسبة حق الناس اللي ما تبي لابتوب تبي كمبيوتر وما تبي تلتزم بحجم معين حق الشاشة تبي تستخدم شاشة خارجية يعني هنقول تبي كمبيوتر مكتبي مصغر عندك الماك ميني ارخص ماك موجود واداءه يطيقها مع الاي ماك برو فكيفك تبي اداء مكتبي تاخذ الماك ميني تبي لابتوب الماكبوك 13 انش البرو او الاير هذه الاختيارات المتاحة حاليا وبالنسبة لي اشوف اللي محتاج كمبيوتر حاليا ياخذ الماكبوك ويستمتع ولا يفكر بشي ثاني واللي يبي ماك للاعمال العادية ايضا عليك بالعافية عندك ماك اير وماكبوك برو وعندك الماك ميني وكذلك اللي يبي يدخل بعالم الماك من الويندوز هم الماكبوك اير او الماك برو او الماك ميني راح يكون اختيار ممتاز فيعني حق الناس المبتدئين والناس اللي تبي لابتوب يأدي الغرض والاعمال بشكل ممتاز وحجمه مناسب وسعره مناسب توكلوا على الله هذه الاجهزة الثلاثة المتاحة تقدرون تاخذونها وتستمتعون بأداء عالي واستهلاك أقل الطاقة وما راح تتحسفون على شراءكم لهذه الاجهزة اما بالنسبة حق الناس اللي تبي شاشة اكبر لابتوب بشاشة اكبر 16 نفس حالتي او يابون جهاز مكتبي مثل اي ماك او الماك برو وتبي كمبيوتر بأداء عالي حق مهام ثقيلة واعمال مكثفة انا انصحكم الانتظار لمنتصف السنة الياية بعد ما يتم تعديل وتطبيط البرامج والتطبيقات ويعني حق النظام والمعالجات اليديدة من ابل ويقدمون ابل الاجهزة اليديدة من اجهزة الماك بوك برو 16 انش والاي ماك والماك برو ومعالجات ابل ام تو يمكن ام تري ام واتفر اللي سوونا فبالتأكيد راح يكون الاداء وايد اقوى ومميزات وتقنيات وايد يديدة وحلوة فيعني ما عندك مشكلة انك تنتظر فانا اتمنى انكم تنطرون ليه السنة الياية وتشوفون شنو اللي ممكن ينزل فالحين عندك اختياري اما انك تاخذ الاجهزة الي موجودة اذا كنت تبي جهاز مثل ما قلت يعني توك مبتدأ وتبي تديش في عالم ابل وتبي الاشياء هذه او تنتظر اذا تبي 16 انش او تبي كمبيوترات اكبر او كمبيوتر ماك تبي اكبر تنتظر السنة الياية ان شاء الله وان شاء الله راح اسوي يعني كذا فيديو استعرض معاكم فيه الفرق بين اداء الماك بوك برو 13 انش بمعالج انتل وكذلك معالج ابل وايضا راح نسوي شنو يعني اهم فيديوهات راح تكون مقارنة بين ماك بوك برو 13 انش بمعالج ابل مع 16 انش اللي موجود عندي باعلى المواصفات بمعالج انتل اذا عندكم اشياء تابون نجربها كتبوا ليها بالكومنتات تحت وان شاء الله بالفيديوهات اليايا راح نستعرضها ونشوفها مع بعض وبس شكرا لكم على المشاهدة لا تنسون اذا كانت هذه زيارتكم الاولى للقناة الاشتراك وتفعيق جرس التنبيه علشان توصلكم تنبيهات المقاطع اول باول وهذه حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي تسعدني متابعتكم شكرا لكم مرة ثانية على المشاهدة ونشوفكم ان شاء الله في المقاطع القادمة مع السلام